وقعت مؤسسة أبو هاشيم الخير وجمعية الأرمان ظهر اليوم بروتوكول تعاون لتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه تحت رعاية ومظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية النهاردة الحمد لله تحت مظلة التحالف الوطني عملنا بروتوكول بتوزيع 100 ألف كرتونة للأسر الأكثر احتياجا طبعا أنا بحب أشكر للتحالف الوطني لأنه بقنا بنيعمل فعاليات أكتر بقنا منظمين أكتر بقى فيه تعاون ما بين الجماعيات أكتر وأكتر البيانات ودي حاجة مهمة جدا ما بقاش فيها تضارب فكل الشكر والتقديل للتحالف الوطني وتحت المظلة دي بنموية بروتوكول النهاردة مع جماعية الأرمان اللي أنا بقالي 13 سنة بشتغل معها الناس بنا نسجام كبير جدا طبعا 100 ألف كرتونة للأسر الأكثر احتياجا وده واجب علينا بلا نستحق عليه الشكر نبنى السهدف دائما الأسر الأكثر احتياجا والأيتام والفقراء وأصحاب الإعاقات سواء كانت مرضى مزمنة أو إعاقات حراقية فنحاول بقدر الإمكان ندي أولوية للناس دي وعندنا قاعدة بيانات محترمة جدا 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 من خلال الجامعات القاعدية على مستوى جمهورية تقريبا عندنا 5400 جامعية نشتغل من خلالها كجامعية الأرمان التحالف الوطني أصلا من الأول حاطت خطته لخدمة الأسر الأكثر احتياجا عشان يرفع عن كاهلهم العبء خصوصا في الفترة الاقتصادية الحالية اللي احنا عايشين فيها فطبعا النهاردة الإعلان عن المبادرة دي أو عن البرتوكول الموقع بين أبو هشيمة الخير والأرمان ده جزء من خطة التحالف الوطني استعدادا للموسم الرمضاني اشتركوا في القناة